اهلا بكم في النشرة الاقتصادية اعلنت شركة نفط البحرين بابكو عن توقيعها اتفاقية مع شركة ماستر كارد وشركة انسي بيمينتس لتوسيع مجال استخدام بطاقة سديم لتعبئة الوقود وبموجب الاتفاقية المبرمة سيكون بمقدور شركة نفط البحرين بابكو تمكين عملاء سديم من استخدام بطاقاتهم لاجراء معاملات شراء بسهولة وامان من مختلف المتاجر المعروفة في شتى انحاء العالم وتأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على التزام الشركة بتقديم افضل الخدمات لعملائها وسحيها لتطوير مستوى الكفاءة والامان للعملاء في شتى المجالات والفكرة من التوقيع هو التوسع في الخدمات التي تقدمها بطاقة سديم في الوقت الحالي من 44 محطة موجودة للبترول 25 منها تقبل بطاقة سديم الفكرة في المستقبل أن توسع أن جميع محطات البترول تقبل سديم وكذلك انطور في الخدمات التي تقدمها بطاقة سديم ليس فقط أن تقدر تدفع فيها نقط مقدم وتستفيد منها هناك أمور كثيرة تصبح مثل بطاقة مثل مستر كارد دشد الاتحاد العالمي لصاحبة الأعمال والمهن البحرينية الدورة الثانية للحاضنات الاقتصادية وتخريج الدفعة الأولى من الحاضنات تحت رعاية الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة تمكين القائم بأعمال رئيس التنفيذي واجتملت الدورتان الأولى والثانية على مشاركة رواد الأعمال وأصحاب أفكار مبتكرة من كل الجنسين لتحويلهم إلى أصحاب مشاريع صغيرة قادرة على المنافسة وتحقيق تنمية مستدامة محليا وإقليميا وجدنا أن السند اللي حصلوا من هذا المركز عطاهم دفعة للأمام وقدروا أن يتخرجوا من بعد سنوات قليلة وأنا لا أقيص عملنا أو عملهم بعدد سنوات من الزمن ولكن بالإنجاز فهم قدروا يدربون مجموعات في التصوير في الخط العربي وفي تدوير المخلفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر